تستمر روسيا في إرسال الشحنات المالية من العملة الليبية المطبوعة لديها إلى حفتر آخر هذه الشحنات وقعت في أيدي السلطة المالطية بحسب ما أوردت صحيفة تايمز المالطية التي قالت إن السلطة الأمنية هناك ضبطت شحنة ضخمة من عملة ليبية غير رسمية علامة نحاويتين كانت متجهتين إلى قائد العدوان على طرابلس خليفة حفتر الصحيفة قالت على موقعها الرسمي إن الشحنة ضبطت خلال توقفها في مالطا دون أن تحدد القيمة المضبوطة موضحة أن مساحة الحاويتين تبلغ ألفي قدم كعب ومعبأتين بالعملة المطبوعة حديثا في روسيا وفق قولها ويأتي احتجاز الشحنة المالية هذه بعد أيام من تقرير لوكالة رويرترز عن تسارع وطيرة تسلم أوراق النقد الجديدة المطبوعة في روسيا من قبل المصر في المركزي الموازي في البيضاء قبل بدء العدوان على طرابلس وتظهر البيانات التي أوردها تقرير رويرترز أنه جرى إرسال ما يقرب من 4.5 مليار دينار آخرها شحنة من فئة 50 دينار وقيمتها الإجمالية 1.45 مليار دينار وجاءت على أربع شحنات في الفترة من فبراير إلى يونيو من العام الحالي في خطوة يبدو أن حفتر قد نسقها قبل عدوانه على طرابلس لتمويل حملته العسكرية وبحسب التقرير فقد بلغت أوراق النقد الجديدة التي طبعت في روسيا منذ عام 2016 نحو 10 مليارات دينار وهو ما أكده مدير إدارة السيولة بالمصر في الموازي بالبيضاء رمز الآغة لوكالة رويرترز ورغم مطالبة المسؤولين في حكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة روسيا بإنهاء التعامل مع المؤسسات الموازية والتوقف عن طباعة العملة الليبية إلا أن روسيا لا تبدو في وارد الاستجابة لمثل هذه المطالب رغم ما تسببت فيه طباعة العملة من أضرار على الاقتصاد الليبي